اشتركوا في القناة وهو الباب خاص بالحجة وهيئة تاريخ الحجة او ما يطلق عليه مباحث الاستبلاع قال في مبداية البحث تصديرا ان اثمى هدف للمنطقي واقصى باقصد له مباحث الحجة يعني مختصر مفيد ان مباحث الحجة هي هدف المنطقي الاساسي وانا هذه الامور التي تقدمت جميعا كلها مقدمات لهذا الناس يتعرف التعريف تعلم القسم يتعلم ما شابه كل ذلك حتى يصل الى قدرة يستطيع من خلالها ان يحتج على الاخري المنطقي هذا هو هدفه الاسمى يعني كما يقال اخر اهدافه انه هم كذا انه يصل الى درجة يستطيع ان يحتج على غيره لذلك قال طبعا مباحث الحجة هي احد المباحث المنطقية يوجد عندنا مباحث حجة ويوجد عندنا مباحث تعريف مباحث الحجة صحيح هي احد المباحث المنطقية الا ان الوصول الى القدرة على الاحتجاج هو الهدف والمباحث التي تقدمت في الفصل يعني في الجزء الاول يعني في المباحث اللي هي مباحث التصورات هي مجرد مقدمات احتاجها الانسان للوصول الى هذا الهدف بالنتيجة الانسان عندما يصل الى هذه يعني المرحلة سيجد ان جميع ما تقدم هو مقدم الوصول الى هذا الهدف لانه بالنتيجة عادة الناس لا تقف عند حد مجرد معرفة المفاهيم والتعريفات لا تصل عند هذا يعني لا تقف عند هذا الحد فسقد يكون هنا في بعض الاحيان الانسان يقف عند هذه الغاية لكن هذه الغاية لا يقف عندها الانسان كثيرة الغاية التي يقف عندها الانسان كثيرا هو الاحتجاج على الاخرين والاستدلال بالنسبة الاخرين والبرهنة بالنسبة الاخرين لان هذا هو هدف الانسان حتى يقنع الاخرين او يبين للاخرين ما يريد يعني ايصال له يقول اي مباحث الحجة او مباحث المعلومة التصديقي الذي يستخدم للتوصل الى معرفة المجهول التصديقي المجهول التصديقي يعني الشيء الذي يعتعى الانسان للتعرف عليه لمعرفته للعلم به سمونا مجهول تصديقي مجهول تصديق أما كونه مجهول لأن الإنسان ما اطلع علي فيص sagen مجهول أما كونه تصديقي لأن الطريق للوصول إليه يكون عن طريق الإحتجاج عن طريق ملاحظة الحج فيسمى من جهة كونه غير معلوم مجهولا ومن جهة كونه وصول إليه عن طريق الحج وتأليف الحج فيسمى مجهولا تصديقيا لأن وسيلة الوصول إليه هو التصديق ماذا عن الأبواب التي تخدمت قال أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد كلها جميع هذه الأبواب قال حتى لعله الإنسان قد يقف يقول المعرف عندما تعلم الإنسان كيفية التعليف قد يعتقد الإنسان أن المعرف هو هدف في نفسه هو هدف هو إحدى الغايات التي قد الإنسان يبحث يعني عن وصول إليه يقول لا حتى مباحث المعرف لماذا قال لأنه ما دام في نهاية الآمر حتى مباحث المعرف يمكن أن يشكل إحدى المقدمات التي تستخدم في طريق الاستدلال على المطلوب التصديقي على المجهول التصديقي فإذن حتى مباحث المعرف يمكن أن يكون إحدى المقدمات التي يعتمد عليها في الاحتجاز على الآخر إذا كان الأمر كذلك إذن حتى مباحث المعرف يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون إحدى المقدمات فإذا كان بعض الناس عندما يرى التعريف يعتقد أن التعريف قد يكون هو هدف أو هدف يعني آخر الأهداف فعند ذلك ما؟ عند ذلك فليقرأ هذا الكلام وليعلم أن القضية ليست كذلك نعم هذا لا يعني أن لا يكون هناك أن لا تكون هناك فائدة بالنسبة إلى مباحث المعرف لا توجد فائدة لكن الهدف الأسمى هو أن يصل الإنسان إلى حالة الاحتجاج على الآخرين قد يكون بعض الأحيان بعض الناس يهدف إلى معرفة مفهوم من المفاهي ويتل عن شيء عن مفهومه وتكون مباحث المعرف طريقه للوصول إلى تلك الغاية لكن الغاية الأسمى هي أن يحتج الإنسان بالمعلوم التصديقي للوصول إلى المجهول التصديقي فبالنتيجة يمكن القول بأن المباحث جميعان يمكن أن تكون مقدمة للوصول إلى هذه الغاية السامية وحتى لو كانت تلك المباحث هي المباحث المعرفة لأن المعرف قد يكون هدفاً لبعض الناس إلا أنه في نفس الوقت يمكن أن يكون إحدى المقدمات التي تستخدم في الوصول إلى يعني معرفة المجهول التصديقي قال لأن المعرف إنما يبحث عنه هذا يستعر بيان لماذا 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 مباحث المعرف أيضاً يمكن أن تكون من المقدمات يقول هذا السبب لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول والقضية هي ماذا هي إحدى مقدمات الاحتجاج على الآخر إذن صار المعرف طريقاً لفهم المفردات الذي هو طريق لفهم القضية التي هي مقدمة من مقدمات الحجة قال والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا طبعاً واضح عندهم يعني عند المناطق والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها يعني توجه إلى هذه الجهة إلى مطلوب يستحصل بها وإنما لما هذا الاسم حجة لما حجة يقول وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخاص لإثبات المطلوب ليحتج بها بيان لما نسميت حجة يقول لأنه يحتج بها وتسمى دليلا أيضا حجة ودليلا ودليلا لأنها تدل على المطلوب وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالة تركيبه يعني تهيئتها وترتيبها أسه الحجة إطلاق الحجة يعني تسمية الحجة بالحجة ظاهر من باب إطلاق المسبب على السبب يعني إطلاق علاقة السبب والمسبب يعني إطلاق مجازي بالنتيجة ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها فلعله هنا يعني إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يستدل على قضية من القضايا فيجب أن يقيم ماذا برهانا يجب أن يقيم حجة على يعني على الوصول إلى الهدف يقول لا المصنف ليس الأمر كذلك لماذا؟ لأنه ليس كل الأشياء التي يطلبها الإنسان بحاجة إلى حج لأن بعض هذه الأشياء قد لا تكونوا كذلك بل تكون واضحة بينة بديهية بدرجتين يمكن ماذا؟ يمكن أن يستغنى فيها عن الحج بل بعضها ربما يكون ماذا غير قابل للإحتجاج وهذه قضية لعلها تكون ماذا إضافية في بعض الأحيان قد تكون إضافية كما لو كان الإنسان عالما بشيء حتى وإن كان حتى وإن كان نظرية في ذاته وببعض الأحيان لا قد يكون هو بده في ذاته وبداهته بدرجة ماذا؟ بدرجة لا يناقش فيها لأن البداهة أيضا البداهة يمكن أن تقع محلا للحوار والكلام بين الناس إلا أنه ماذا؟ إلا أنه بالنتيجة الأمور التي أو الأشياء التي لا يناقش في بداهتها لا يحتاج الإنسان إلى الاحتجاج عليه لأنها بدهية واضحة لذلك قال ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء إن أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجه الثبث هو هذا ما هي المشكلة؟ فليستدل على كل قضية بحجه قال لا الأمر لن يقف عند هذا المجرد محاولة الاستدلال لا لأنه لو كان كل شيء يحتاج إلى حجه لم ننتهي لأنه كل معلومة توصل إلى المعلومة التي سبقتها فلو كان كل شيء يريد الإنسان الوصول إلى معرفته يحتاج إلى حجه لما تعرف الإنسان على معلومة واحد مجرد أن تكون هناك معلومة يريد الإنسان الوصول إليها فإنه سيستقدم جميع معلومات العالم ولن يطل إلى نتيجته لأنه بالنتيجة كل شيء يحتاج إلى حجه فهذا الذي يستخدمه يحتاج والذي بعده يحتاج والذي بعده يحتاج وهكذا لذلك قالوا إذن يجب أن تكون هناك قضايا تمثل الأساس الفكري للإنسان الذي إذا أراد أن يستدل على شيء يجب أن يقف عنده حجه قضايا تعتبر الأساس فيقف عنده إما أن يقف عنده بمرتبة واحدة أو مرتبتين أو ثلاث المهم أنه يقف وإلا لو كان كل شيء يعتادل فيه الإنسان إلى أن يستدل بحجه لما عرف الإنسان معلومة واحدة لأنه كل معلومة تحتاج إلى معلومة كل معلومة تحتاج إلى معلومة ويصير عدنا شنو يصير عدنا تفنسو قالوا مما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة عليكم السلام وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا بالنتيجة هذا يؤدي إلى التسلسل ما انتهينا إلى العلم بقضية لأن كل قضية تحتاج إلى حجة والقضية التي بعدها تحتاج إلى حجة والقضية التي وهك إلى ما لا نهاية قال بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية مر عليكم في المنطق في الجزء الأول بديهية يعني لا تحتاج إلى واسطة لا تحتاج إلى واسطة يعني لا تحتاج إلى يعني شيء يمكن أن يكون سبيلا للعلم بها بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة يعني مطلوبة بحجة وإنما تكون حاضرة ما رأيكم هناك في يعني كونها حاضرة يعني لم يعني أنها حاضرة بالفعل يعني لها قابلية الحضور ليس لها تكون حاضرة بالفعل لأن الإنسان بعض الأحيان قد تكون القضية بذيئة ولكنها ليست حاضرة عنده لأنه عندما نعمل موانع المعرفة إذا تتذكرون في المنطقة جزء الأول هناك سلامة الذهن والانتباه والسلامة الحواص عملية غير عطية وهكذا هذه الأشياء كلها ماذا شروط من أجل حصول الأمر البديهي وإلا البديهي ليس معنا أن يكون الشيء بديهيين أن يكون حاضرا بالفعل بل له القابلية لأن يحضر بالفعل سواء حضر بالفعل أو لا ما حضر بسبب وجود مانع لأن الإنسان بعدها ما منتبه مثل ما الإنسان بعض الحين يمر أمام إنسان هو باله وين باله من الانتخاباتنا فما يشوف يعني إذا يمر أمامه لا يراه لا يراه شارك بالانتخابات باله ينجح لو ما ينجح فما يشوف ما قل عند انتباه ما عند انتباه فبالنتيجة ممكن الحواس سلامة الحواس إنسان يسألون عن الشمس وهو لا يرى يسألون عن الصوت وهو لا يسمع يسألونه عن الشيء المذوق وهو لا ليست عنده قدرة على التذوق وهكذا وهكذا هذه القضايا يمكن أن تكون فلذلك يقول المصنف يعني قضايا يجب الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بل من شأنها أن تكون حاضرة يعني لها قابلية الحضور في ذهن الإنسان أما أن تكون حاضرة بالفعل فلا لأنه لا ملازم بين بداهة الشيء وحضوره الفعل في ذهن الإنسان مر عليكم هناك فيه ولذلك قالوا هناك ماذا قالوا هناك بأن قضية واحدة يمكن أن تكون بديهية بالنسبة لإنسان نظرية بالنسبة إلى إنسان آخر ووقع الكلام أن البداهة والنظارة هل هما وصاني حقيقيان أم هما وصاني ماذا إضافيان إضافيان باعتبار أنه بالنسبة لهذا إضافي بالنسبة لهذا وديهي بالنسبة لهذا يعني نظري الآن هناك مر عليكم في الجزء الأول قالوا أن ما هي المبادئ للمطالب يعني الأسس التي يعتمد عليها وهي رأس المال للمتجر العلمي يعني الشخص الذي يتاجر تجارة علمية قال يطرق الاستدلال أو أقسام الحجة قال ومن منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند روية الدخان سأكون إنسان نشوف الدخان لا يعتقد أنه توجد نار واضح أنه لا يمكن يعني ما ممكن أنه لا يحصل عنده قال ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرد في السحاب ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى يجم القوى يعني شنو؟ يعني يستجمع القوى ما يصير عنده؟ يصير عنده؟ مسترخة لا مسترخة وإنما تتجمع قوى يعني يرتاح فجسمه يرجع إلى طاقته يجم القوى يعني يستجمعها مرة ثانية ترجع قوته إنسان بعد ما ينام يقعد ماذا؟ يقعد يشوف نفسه بعد قبل النوم يكون تعبان بعد النوم شي سيط القوى تتجمع يعني كأنه ترجع إليه طاقته يعني يتنشط ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى وأن الحجار يبتل بوضعه في الماء؟ قضايا واضح الإنسان ما يحتاج إلى أنه قال وأن السكيناء تقطع الأجسام الطريق مثلاً كالجب وقد نحكم على شخصين بأنه كريم لماذا؟ لأنه يشبه في بعض صفاته كريما ممكن واحد فقط طبعاً إشارة إلى أقسام الحجة إشارة للتمثيل إشارة للقياس إشارة للإستقرار هذا كل إشارة إلى هذه الأقسام لا 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 هيترق الإستدلال أقسام الحجة أمثلة هذه للقياس للتمثيل للاستقرار هاي كلها إله يقول من هو ما يشوف هذا من وين وين تجي إما استقرار واضح فيقول وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريماً نعرفه يعني تمثيل شوف هذا حكم الجزء للجزء ذلك حكم الكل لكل كل ما رأيت دخاناً فاعلم أنه يوجد نار هذا حكم نين من كلي وهو كل ما وجدت طلع الحكم ما حكم دخان الآن نشوف الآن نشوف دخان قال نسمون القياس فهذا بيان للأقسام لذلك هو اسمه طرق الاستبلال قال أو نحكم على قلم نحكم على قلم لأنه لأنه يشبه قلماً جربناه من جزء لا من كل الجزء أو نحكم على قلم بأنه حسن لأشبه قلماً جربناه وهكذا إلى آلاف آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم يعني استقرأ من جزء إلى جزء وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يقلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها واضحة ما يحكي طلب النتجة راح نجي لا الاستقرار راح يكون من الجزء إلى الكل على العكس القيام نعم ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع لا يشعر لأن القضية بسلم التعود بعد شيء سيعد الإنسان يعني يصير حالة روتينية بعد ما يحتاج ما يحتاج الإنسان يقف عنده كل تصرف لأنها تصرفات عادية بالنسبة إليه يعني روتينية شون ما الإنسان اليومية يأتي يقوم بفعل هذا الفعل بعد يسويه بدون ما يلتفت شون يسويه اليوم الأول من يجيب الطريق يلتبه للطريق باليوم الثاني يقل انتباهه باليوم الثاني قد يمر حتى ما يشوف الأرض الجو بسبب ماذا؟ بسبب الاعتيار ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع وإن كان من علماء المنطق طريقة يعبر عنها بالمنطق التدويني يعني الإنسان أساساً بطبيعته يستعمل المنطق لنريد يصل وهذه الوسائل الوتاحة لكن بعض الناس الذين سبقونا كتبوا قالوا الإنسان في هذه القضية يستخدم هذا الطريق وتمى بإسمها كده سموية هذه وصلت إلينا بهذه الأسماء التي وصلت إلينا يقول وقد تعجب لو قيل لك إن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يشعروا ما يعلموا هذا واضح لا مشكلة فيه سوء من الانتخابات 99% فاتدين وإن لم يشعروا وإن لم يشعروا وإن لم يعترفوا ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كل مكان وليس في العراق يقع في كثير هاي بعد شوف الدول التعبانة يقع في كثير من الخطأ في أحكام مثل الإنسان إذن لماذا إذا كانت القضية بهذا اليسر بهذه السهولة لماذا الإنسان يحتاج إلى أن يضع قوانين ويتعب نفسه قالوا لأن الإنسان مسكين طريقة هذا كله عثرات كله مطبات الإنسان لما يجري لا يعني مثل بعض المرضى النفوس بعض الناس مريض مصاحية مريض كل ما يشوف واحد يناقش واحد يتوقع الذي يناقش يعني يفهم وذاك ما يفهم يعني يعني يشوف واحد والله فلان ناقش فلان يعني يعني الذي يناقش يفهم وذاك الذي يناقشه وما يفهم لذلك هذا ناقشه هذا المرض الإنسان لما يناقش إنسان شنو معناته معناته عقله يعمل أكثر من هذا ما أما يعمل بالاتجاه الصحيح أما يعمل بالاتجاه مول الصحيح هذا من يدري هذا بعد يعرضون على أهل الاختصاص حتى يقوله إذا واحد أطباء الثلاثين اختلفوا فيما بينهم واحد يقول لنا نفتح البطن من هنا واحد يقول لنا نفتح البطن من هنا هل سيثناقشون قد يكون هذا اللي هو يقف على العملية يفتح البطن وهذا يقول لنا لا تفتحها منها شو يقول الله هذا يفتهم ما دام قال لنا تفتح البطن يعني قد هذا يفتح البطن يموت المد فمو كل واحد يشغل عقله ويقوم يناقش معناته هذا إذا كان النقاش إليه لأنه بعض الأيام صارت مثلة المناقشات غير استنسخ المناقشات وقول أنا ناقشت لأن صارت القضية ماذا؟ سهلة الاستنساء فبالنتيجة هذا الأمور لأنه الإنسان بالنتيجة ما يستغني عن هذه القوانين لأنه هو دائما في حاجة لهذه القوانين لأن هذه القوانين هذه القوانين حتى تحميه من الخطأ الذي يقع فيه لأن الإنسان دائما وقوع في الخطأ فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يعصمه عن هذه الأقطار حتى يخرج من هذه الحالة التي وفيها لذلك قال ولما كان الإنسان مع ذلك يعني عقل يجتغض عند بديهيات نعم عند قضايا يصل إليها نعم لكن ممعنى أنه معصوم لا يعرف المنطق نعم لكن ممعنى أنه لا أمن يوصل للحقيقة فإذن يجب أن يلاحظ الإنسان حتى وإن كان عالم من علماء المنطق يقول ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه يحكم واصل للحكم لكن يقع في الخطأ أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه ما يقدر لا يعرف شون يوصل يجد يوصل لكن لا يعرف لا يعرف شون يقلب قياس حجة يطب بها للهدف لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج يقول والطرق العلمية للاستدلال على طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثة أنواع رئيسية لا تسمعون الله يقول رئيسية لا رئيسية لأنها يقولون خطأ باللغة الأول قياس وهي أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلمة بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه هذا بيان عام هذا ليس تعريف التعريف يأتي بعد الذهن يستخدم القواعد العامة المسلمة بصحتها حتى وإن لم تكن صحيحا في الانتقال إلى مطلوبه يعني نبدأ لنقول هذا تعريف لغة والإضطياس لا يخاف الآن يجب أن يقول تعريف لغة وهو العمدة في الطرق هذا هو أسف الثانية التمثيل وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى حكم على الشيء الآخر لجهة المشتركة بينهم شفنا واحد يشبه المالكي يقول نبس هو وبس هذا بثرة هذا اللي راح يحل المشاكل كله إن شاء الله لين شبهة ثالثا بالفلوس غير الاستقراء وهو أن يدرس بذنه عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما سمعت شكلوا لهم بالناصرية لو ما سمعت شكلوا شكلوا لهم بالناصرية بالمظاهرة لا 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 قالوا لهم بالناصرية موجودة على اليوتيوب ودخل عليها هو يخطب وقالوا لهم شذاب والله شذاب يقولون ما اسمعش منهم روح اصطب الجزء وشوفهم وهي الناس حاشتها بهالطريقة بوشكلوا لهم شذاب أما ذلك الناس لمونات منه غيب ذولي منه ضيع أصواتهم ورعت أصواتهم وهو أن يدرس الذهن عدة ذهن عندها جزئيات فيستنبط منها حكما عاما هذا يعبر عنه بالاستقراء إن شاء الله بعد ذلك يجي القياس في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين